قنوات التنظيم الإرهابي ناس النهاردة زملاء لي بيقولولي دخلوا النهاردة بيحرضوا على اقتلال الرئيس عفتاح السيسي النهاردة وللأسف من بعض أشقاءنا في المغرب العربي للأسف مش عارف يعني احنا يا جماعة قلتهى مئة مرة أرجوكو يعني مصر وشعب مصر يعني لا يتدخل في شؤون أي دولة احنا بنحب كل الدول وبنحب الشعوب العربية وبنحب أشقاءنا ليه يا جماعة بتدخلوا في شأن بلدنا ليه كل واحد يخليه في حاله في بلده يعني اذا وصل بيك الدرجة ان انت تدخل وتحرض على اغتيال رئيسي هل ده معقول هل شفتها في أي مواطن مصر بيعملها مع أي دولة عمرها ما حصلت ولا بتحصل ان احنا بنحبوكو بنحب الشعوب العربية وكل الدول العربية معادة حاكم قطر طبعا انما كل الدول العربية وزعماء وحكامهم بنحبوهم ما عندناش مشاكل معاهم عندناش مشاكل مع حد احنا بنقرب ما ببعاتش ليه بعض الأشقاء بعض الأشقاء بيدخلوا يعملوا كيه ضد ليه نفس اسأل حضرتك انت اخواني طيب اتكلم مع الاخوان عايز دفع ان اخوان دفع عنهم انت هم في ستين مش عارف زي ما بقول كده لكن فيه بلد اسمها مصر العظيمة فيها مئة مليون لا انت هتحكمها من برا ولا حد هحكمها الا الشعب هو اللي بيختار حكامه مش انت اللي تفرض علي حد وانا بقولك مش هتفرض علي حد وعيب انت يعني مش عايز اقول اللفظ ان انت تتحرض على اغتيال رئيس مصر دي ايل دي ايل دي ايل خليكو في حالكو خليكو في حالكو خليكو في مشاكلكو حينو مشاكل بلادكو الاول اللي احنا تمنى السلامة لكل الدول والله لكل الدول مش عايزين اي حاجة تحصل في اي دولة ولكن تاني بقول عيب دي مصر وهذا رئيس مصر منتخب اكبر عدد من الناخبين في التاريخ مصر ولن تحكم هذي العصابة مرة اخرى فلو انت بتدعمهم خليكو فيدعمهم هتفضل تهواء زيهم طول الوقت